موسيقى طابت بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وفيها عرين الأسود تعنى استهداف دورية إسرائيلية قرب نابلس ودعوات إلى يوم غضب في الضفة والقدس بعد استشهاد عدي التميم منفذ عملية شعفات موسيقى موسيقى الأسد يؤكد ليمثلي الفصائل الفلسطينية أن دمشق ستبقى داعمة للمقاومة والحياة يشدد على أن اللقاء انطلاقة جديدة للعمل الفلسطيني السوري المشترك موسيقى خطوات في تمتين العلاقة وتطويرها خدمة لمشروع المقاومة وقيادي فلسطيني يؤكد للميادين أن الرئيس الأسد في لقائه الفصائل الفلسطينية كان إيجابياً وواضحاً وثابتاً على خيارات سوريا العروبية الداعمة للمقاومة ولاية يؤكد للميادين نت أن إيران في قلب جبهة المقاومة ويشير إلى ضرورة إعادة فتح السفارات مع السعودية موسيقى موسكو تؤكد صد جميع محاولات القوات الأوكرانية اختراق خيرسون وتنبه إلى أنها ستعيد تقييم تعاونها مع جوتيريش إذا أرسل خبراء للتحقيق في مزاعم المسيرات موسيقى قمة الانتحاد الأوروبي اليوم وغداً لمناقشة الوضع في أوكرانيا وأزمة التاقة في أوروبا والعلاقة مع الصين موسيقى أهلاً ومرحباً بكم خارج الفلسطينيون في ليلة غضب في الضفة الغربية والقدس المحتلة عقب استشهاد المقاوم المطارد عدي التميمي وأصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بعد استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للرصاص الحي ضد المتظاهرين في الخليل وفي بلدة العزارية بالقدس المحتلة كما نشبت مواجهات عنيفة في بلدتي الرام وبيت دقو قرب القدس أثناء محاولة قوات الاحتلال اقتحام البلدتين كما شهد حاجز قلنديا في شمال القدس شهد مواجهات عنيفة وسط دعوات للإضراب الشامل في بلدة أبوديس حداداً على روح الشهيد عدي التميمي هذا ولب المقدسيون دعوات عرين الأسود إطلاق التكبيرات عقب استشهاد عدي التميمي وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين أمام منزل الشهيد في مخيم الشعفات بمدينة القدس المحتلة وسط هتفات وفاء لروحه كما شهدت نابلس والبلدة القديمة في القدس وأحياء سلوان وباب العمود وشعفات شهدت تكبيرات وهتفات للشهيد فيما انطلقت مسيرة للمركبات في بلدة أبوديس دعماً للشهيد التميمي الله أكبر الله أكبر مجموعة عرين الأسود أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من رصد قوة إسرائيلية راجلة في محيط نقطة جرزين لعسكرية قرب نابلس بالضفة الغربية وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص محققين فيها إصابات بالغة وفي بيان أشارت المجموعة إلى أنها كمنت لمجموعة من قوات الاحتلال بمحيط حاجز 17 العسكري واستهدفتها بالرصاص محققة إصابات مؤكدة في صفوفها متواعدة الاحتلال بأن دماء عدي التميمي وشهداء فلسطين أصبحت وقوداً لبركان ليخمد وكان المقاوم الفلسطيني عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفات تشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذه عملية قرب مستوطنة معالي أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة وتظهر المشاهد التي نعتذر عن قساوتها تظهر إصابة الشهيد عدي بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الأمن أمن الاحتلال وظهر التميمي وهو يواصل إطلاق النار من مسدسه حتى الطلقة الأخيرة رغم استهدافه بوابل من الرصاص قبل أن يرتقي شهيدا حيث نفذ عناصر الاحتلال أعداماً ميدانياً بحقه حركة فتح أعلنت اليوم الخميس يوم حداد وإضراب تجاري كما دعت إلى النفير العام ورفع التكبيرات في كل أرجاء القدس عند التاسعة مساء حركة حماس أكدت أن فرحة الاحتلال باستشهاد التميمي لن تطول لأن الشباب الثائر سيواصل ثورته المجيدة أما حركة الجهاد الإسلامي فدعت إلى تصعيد المواجهات على النقاط التماس وبدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن عملية التميمي أكدت فشل كل محاولات فصل القدس عن الشعب الفلسطيني وقضيته فيما أكدت لجان المقاومة أن العملية تأتي كرد عملي وفعلي على جرائم الاحتلال ومعنا من رامالة مراسة الميادين نسرين سلمي نسرين مرحبا بك ما المتوقع اليوم بعد ليلة من الغضب عقب استشهاد الشهيد التميم السباح الخير مايا الإدراب العام يلف كل المدن والكرة الفلسطينية الدعوات جاءت من كل الفصائل الفلسطينية من بينها حركة فتاح الحراك الشبابي حركة حماس الجبهة الشعبية الكل دعوة للإدراب كان دعوة لإدراب تجاري فقط لكن حتى المؤسسات المدارس الجامعات الحضنات كلها أعنت الإدراب حبادا على روح الشهيد عدي الذي شكل حالة في الشارع الفلسطيني وشكل صورة ونموذجا للبطل المقاوم حتى الرمق الأخير وبالتالي جاءت الدعوات بشكل أولا شخصي من قبل المؤسسات ثم استجابة لبيان القوى والفصائل الفلسطينية هناك دعوات من الحراك الشبابي للتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك مع الاحتلال قبل قليل وردنا أن هناك مسيرة خرجت باتجاه الشارع التفافي في منطقة ترقوميا بجنوب الضفة الغربية قريبة من الخليل هناك إغلاق لحاجز قلندية العسكري الفاصل ما بين رامالله والقدس هناك إغلاق لبلدة بيرزيت إلى الشمال من مدينة رامالله طبعا الإغلاق ومن قبل الشباب الفلسطيني لمنع حركة المواصلات وأيضا لمنع أي اقتحامات لقوات الاحتلال خصوصا أن نشاهدنا ليلة أمس اقتحامات لأكثر من مدينة وقرية فلسطينية وجنت فيها حملة اعتقالات واسعة من أنحاء مختلفة من الضفة على الرغم من فرحة الاحتلال باستشهاد عدي إلا أن عدي استطاع أن يشكل حالة في الشارع الفلسطيني ووحد الشارع الفلسطيني خلفه وحتى الإسرائيليين أنفسهم اعترفوا بهذا الأمر وقالوا أن في الوقت الذي أغلقت فيه إسرائيل مخيم شعفات وحاصلة المخيم وبحثت عن عدي لأكثر من 12 يوما كان عدي هو يبحث عنهم ويشتبت معهم وهناك استطاع أن يصل إلى الحاجز العسكري على مدخل معالي أدوميم على الرغم من قربه الشديد من نقطة للشرطة الإسرائيلية في المكان واشتبك معهم حتى اللحظة الأخيرة هذا يعني من شأنه أن يعزز من الحالة النضالية في الشارع الفلسطيني وهذا فعلا ما شاهدناه ليلة عندما خرج الشبان بشكل تلقائي إلى الشوارع في رام الله في جينين في نابلس في كل المدن والمخيمات الفلسطينية أشكرك نسرين سلمي مراسلة الميدين كنت معنا من رام الله عضو المجلس الثوري في حركة فتح جمال حويل رأى أن رسالة الشهيد التميمي إلى الشباب الفلسطيني أن رصاصهم يجب أن يكون في صدر العدو الإسرائيلي حويل أكد للميدين أن الشباب الفلسطينية تجاوز بعملياته الفصائلية والعمل الفصائلي باتجاه الوحدة داعيا الفصائل إلى تقديم الدعم لهم نجيل الشباب اليوم في عارين الأسود وكتيب الجنين وكتاب شهد الأقصى لواء الشهداء في جنين وفي كل مكان وفي القدس كما تحدث العاصمة الأبدية لهذا الشعب الفلسطيني ولكل الأمة جمعاء يؤكد هذا الشباب الفلسطيني بأنه تجاوز الفصائلية وتقدم على العمل الفصائلي المطلوب الآن رعاية فصائلية لهؤلاء الأبطال وتقديم كل الدعم لكل الشباب الذي يريد أن يواجه هذا الاحتلال لأن المقاومة الأخي العزيز الكل يأتي إليها تقديرا واحتراما أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن كل المحاولات لمحو القضية الفلسطينية لن تنجح الأسد التقى وفدا من فصائل المقاومة الفلسطينية يضم القيادية في حركة حماس خليل الحية في زيارة هي الأولى لوفد حماس إلى دمشق منذ عشر سنوات وأكد الأسد خلال اللقاء أن سوريا لم تغير من مواقفها الداعمة للمقاومة بأي شكل من الأشكال من جهته أكد الحياة طي صفحة الماضي وأن العلاقة مع سوريا تعطي قوة لمحور المقاومة في هذا اليوم التقينا وفد الفصائل الفلسطينية سيادة الرئيس بشار الأسد وفي هذا اللقاء الذي نعتبره لقاء تاريخي وانطلاقا جديدا متجددا للعمل الفلسطيني السوري المشترك في ظل حضنة سوريا للشعب الفلسطيني سوريا التي نعتز بها سوريا التي احتضنت الشعب الفلسطيني وقدمت له ما لم تقدمه دولة أخرى سوريا بشعبها وخيادتها وأركانها هؤلاء جميعا الذين كانوا حضنا للشعب الفلسطيني وداعمين للمقاومة في هذا اللقاء الدافئ الذي وجدنا فيه سيادة الرئيس مصمم بقناعة راسخة لدعم سوريا للمقاومة الفلسطينية ودعم سوريا للشعب الفلسطيني بكل الإمكانات وهو يعبر أن سوريا كانت وما زالت داعم للشعب الفلسطيني وإن شاء الله نطوي كل الصفحات الماضية للمستقبل بإذن الله عز وجل حركة حماس إلى دمشق بعد غياب زاد على عشر سنوات حدث ليس عابرة الفصائل الفلسطينية وضمنها وفد حماس برئاسة خليل الحية مسؤول العلاقات العربية في الحركة في ضيافة الرئيس بشار الأسد محطة تنهي قطيعة عشرة أعوام على خلفية الموقف من الحرب على سوريا وتعيد ترتيب علاقات الحركة مع عمقها العربية يوم مجيد ويوم مهم نستأنف فيه حضورنا إلى سوريا العزيزة نستأنف فيه العمل المشترك مع القوة الوالطنية والإسلامية والفلسطينية جمعاء نستأنف العمل المشترك مع سوريا دعماً لقضيتنا ولشعبنا وأيضاً دعماً لاستقرار سوريا ووحدة سوريا أجواء دافئة نقلها المشاركون في اللقاء عنوين بحث واسعة عنوانها دعم صمود الفلسطينيين وتعزيز خيار المقاومة أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي ويجب أن تكون العامل الأساس في العمل العربي المشترك مشدداً على أن وحدة الصف الفلسطيني على أساس الثوابت الوطنية هي الضمانة لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني دعم صلب تلقاه قادة الفصائل الفلسطينية خلال لقائهم بالرئيس الأسد وتفاؤل بنعكاساته على الساحة الفلسطينية هذه العودة الحمد لله هي طي لصفحة الماضي وفتح لصفحة جديدة وكان سيادة الرئيس كريماً جداً معنا ومتسامحاً جداً بقلب أبيض ناصع في حرص شديد على فلسطين على القضية على المقاومة وفي حرص شديد على كل أطراف وفصائل محور المقاومة وكل أطراف فصائل المقاومة الفلسطينية الحقيقة الفصائل الفلسطينية تناقش الخميسة نتائج حوارات الجزائر في ظل دعم كبير تلقاه أمناؤها العامون بعد لقائهم بالرئيس بشار الأسد وقرار استناف العلاقة بين حماس ودمشق استناف العلاقة بين دمشق وحمس هو صفحة جديدة تفتح على طريق تصحيح مسار يعطي المقاومة قوة وعزيمة ويرد بعزم على مشاريع استهداف الحقوق الفلسطينية محمد الخضر دمشق الميادين أكد قيادي فلسطيني وطني للميادين أن الرئيس السوري بشار الأسد في لقائه الفصائل الفلسطينية كان إيجابيا وواضحا وثابتا على خيارات سوريا العربية الداعمة للمقاومة ولفت القيادي الفلسطيني إلى أن الرئيس الأسد أكد بصورة نهائية أن الماضي قد مضى ونحن ننظر إلى المستقبل مشيرا إلى أن ترأس الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وفض الفصائل للمرة الثانية منذ سيف القدس هو قرار سوري وربما له دلالة على مكانة الجهاد والنخالة وأما عن حركة حماس فقال كنا ننتظر لقاء إيجابيا من الرئيس الأسد لكنه كان منفتحا وإيجابيا جدا مع خليل الحية ممثل حماس خلال اللقاء وقبله في الاستقبال وبعده في التوديع وكشف القيادي الفلسطيني عن أن فصيل الصاعقة أعرب عن تحفظه على استئناف العلاقات بين دمشق وحماس لكن الرئيس الأسد حسم الموقفة وأكد أن سوريين أيضا قاتلوا ضد بلدهم وجيشهم وشعبهم وأضاف أن خليل الحية فاجأ بعض الفصائل وأوساطا سوريا بقوة كلمته في المؤتمر الصحفي وإشادته الكبرى والصريحة بالرئيس الأسد وبانتقاده أي معارض لاستئناف العلاقات وقال إن الرئيس الأسد أثبت أنه زعيم عربي شجاع وصلب وصاحب رؤية استراتيجية استثنائية وأنه المنتصر الأكبر القيادي الفلسطيني الذي شارك في لقاء قصر الشعب أكد للميادين أن حماس كسبت كثيرا من هذه الزيارة وأن اللقاء سياسي وربما هو أكثر لافتا إلى أن قيادة قوة القدس الإيرانية مع الجنرال إسماعيل قآني ومسؤول ملف فلسطين في الحرس لعبت دورا كبيرا في كل ما يجري وكشف أن السيد حسن نصر الله هو الذي نسج الاتفاق مع الرئيس الأسد حول استئناف العلاقة مع حماس وعلى المستويات كافة مشيرا إلى أن وفد حماس المؤلف من خليل الحية وأسامة حمدان حظي برعاية أمنية وشاملة من قبل حزب الله في زيارته دمشق وقال الحية للميادين إن الخطوة التي دشنت ستعقبها خطوات في تمتين العلاقات خدمة للمشروع المقاوم ولفت الحية إلى أن حزب الله وحرس الثورة كان لهما دور مهم في ترتيب اللقاء وما قبله من لقاءات الآن الخطوة التي دشناها اليوم في وجود الرئيس الأسد ستعقبها خطوات في تمتين العلاقة وتطويرها خدمة لمشروع المقاومة وخدمة لشعبنا الفلسطيني وخدمة لسوريا وللشعب السوري فهذا هو دأبنا إن شاء الله وتعالى عيوننا شاخصة نحو القدس مؤمنون بخيار المقاومة مؤمنون بثوابت الشعب الفلسطيني وهذا ما وجدناه عند الرئيس بشار كان هناك دور كبير للحزب الله وعليه رعا ولموسم نحن بلا شك للإخوة في الحزب والحرس كان لهم دور مهم في ترتيبات هذا اللقاء وما قبلهم من لقاءات ولا نستغني هؤلاء حلفاء ولا نستغني عنهم ولا نستغني عن كل أمتنا الخيرين الداعمين للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية سناف العلاقة بين دمشق وحماس بعد عقد كامل من الفراق والقطيعة يعيد التأكيد الأساسي والجوهري بأن الصراع هو مع الاحتلال الإسرائيلي ديمة نصيف تكفي صورة واحدة من هذا النوع للقول إن الكثير قد تغير وتكفي صورة أخرى من هذا اللقاء للقول إنها من المشاهد المفصلية وإن أطرافاً إقليمية سترتاح للمشهد وإن أطرافاً أخرى يسوءها وجود ممثلاً عن حركة حماس في لقاء الفصائل الفلسطينية مع الرئيس السوري بشار الأسد صفحة جديدة تفتح عملياً بين دمشق وحماس وفي خلفيتها الكثير من الجهد لإعادة العلاقات إلى حالتها الموضوعية التي تفرضها على الطرفين شراكة القضية والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي نحن دائماً عم نحكي وماشي الحال إن شاء الله لأمور بعد ببدأ شوية جهد بس المصعب هو مصعب إيجابي كان الجفاء بين دمشق وحماس حماس مدعاة قلق كبير في محور المقاومة جفاء كان واضحاً أنه سينكسر رغم قصوته وقد برز بالشواهد في عشرية النار الماضية وأن ما يجبع الطرفين يصعب أن تنفص مع راه هنا مثلاً وقف السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم ومسؤول العلاقات الدولية في حماس موسى أبو مرزوق في العزاء برحيل المطران المقاوم هيلاريون كابوتي كانت الرسائل عن حتمية اللقاء مجددة بين حماس ودماشق تتكرر زاد في حتميتها بيانات حماس المستنكرة للاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية البصمة السورية في اليد الفلسطينية ما زالت حاضرة وصفعة الطرفين على الوجه الإسرائيلي كذلك بالصواريخ ومضادات الدروع واليوم بما هو أقوى عودة اللقاءات وتوحيد الصفوف بدفع من الحلفاء في المقاومة وطهران الغيمة السوداء بين حماس بوصفها حركة مقاومة أساسية وبين السوريا بوصفها ركناً أساسياً في محور المقاومة الغيمة تتلاشى وتعود مع ذلك تدريجياً سياقات جامعة في المواجهة ضد المقاومة محتل على امتداد الإقليم من أقصاه إلى أقصاه ديمناصيف ديماشق الميادين القيادية في حركة أبناء البلد رجاء إغبارية رأى في حديث للميادين أن زيارة وفد حركة حماس إلى ديماشق هي رسالة قوية للاحتلال بأن سوريا تحتضن فصائل المقاومة الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل هذه ضربة قوية في الصميم عندما يتوحد محور المقاومة من إيران حتى لبنان حتى سوريا قلب الحقوب النابط حتى قطاع غزة الذي تقوده حركة مقاومة فلسطينية موحدة هناك هذا يزيد من تعقيدات الوضع الأمني داخل دولة الكيان الصهيوني تعود ديماشق لتحتضن هذه الفصائل وهم يخشون على تشكيل فصائل مسلحة داخل سوريا مرة أخرى لتكون ضمن فصائل المقاومة الفلسطينية وتعمل حتى من الخارج قال المرشد الإيراني السيد علي خامنائي إن إيران حققت إنجازات أساسية في الصناعة النووية مؤكدا أنها لا تتوجه نحو صناعة السلاح والقنابل النووية السيد خامنائي توقف عند التناقض الذي يشوب مواقف المشككين في هذه الصناعة قائلا إن ما كان يقال هو أن الصور التي تنشرها إيران للصواريخ والطائرات المسيرة خضعت لنظام الفوتوشوب والآن يقال إن الطائرات الإيرانية خطيرة جدا متسائلين لماذا تبعونها لهذا أو ذاك إنهم يدعون كذبا أن العالم تخلى عن استخدام الصناعة والطاقة النووية إنه كذب محض فهم يوما بعد يوم يزيدون محطاتهم النووية الصناعية إننا أيضا بحاجة إلى ذلك لو أننا لم نبدأ بهذا العمل من قبل لكان من المفترض أن نبدأه بعد عشر سنوات ونحصل بعد ثلاثين عاما على النتائج هذا الأمر ليس شيئا بإمكان البلاد تجاهله الميادين نت تنشر حوارا مع علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني لشؤون الدولية تحدث فيه عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران وعن علاقة تهران بمحور المقاومة والسعودية إيران في قلب جبهة المقاومة وتعمل إلى جانب اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق هذا ما أكده مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في حوار خاص مع الميادين نت وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران قال ولايتي إنها كانت مؤسفة جدا ومحزينة للجميع مشددا على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيم إيران وأن شعبها لن يسمح بذلك ولايتي أكد للميادين نت أن الأمريكيين لا يستطيعون مقاومة بلاده وأن عليهم مغادرة المنطقة وأشار إلى أن الغربيين يعتقدون أن العالم أحادي القطب وأن أمريكا قوة عظمى وأن كل من يعارض وجهة نظر الأمريكيين هو ضدهم وكشف ولايتي للميادين نت عن نقل عناصر من تنظيم داعش من العراق إلى أفغانستان في الأسابيع الأخيرة ليكونوا أداة في أيدي الأمريكيين أما عن العلاقة مع السعودية فشدد ولايتي على ضرورة أن تكون السفارات في الرياضي وطهران نشيطة لحل النزاعات بين الطرفين بطريقة أفضل أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده طالبت السلطات الأوكرانية بتقديم وثائق تتعلق باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في المعارك في أوكرانيا وفي بيان لها أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن عبداللهيان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الكرواتي أن إيران لم توفر الأسلحة الإيرانية لروسيا لاستخدامها في الحرب لافتا إلى أنها تخالف بقوة تسليح أي طرف من أطراف الحرب المندوب الإيراني في الأمم المتحدة سعيد إيرفاني أعلن رفض طهران بنحو قطعي المزاعمة بشأن إرسال مسيارات لاستخدامها في أوكرانيا وعقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن المسيارات تحدثت فيها المندوبة الأمريكية عن وجود أدلة على استخدام روسيا مسيارات إيرانية قال الدبلوماسي الإيراني إن طهران لطالما شددت على احترام القانون الدولي إيران ترفض رفضا قاطعا للإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة عن أنها نقلت مسيارات لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا إنه لأمر مخيب للأمال في الأوينة الأخيرة أنه لمتابعة هذه الأجندة السياسية تحاول هذه الدول إطلاق حملة تضليل ضد إيران نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي نبه إلى أن بلاده ستعيد تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وموظفيه إذا أرسل خبراء إلى أوكرانيا لتفقد طائرات مسيرة تقول القوى الغربية إنها صنعت في إيران بوليانسكي اتهم الأمم المتحدة بالانحياز في تحقيقاتها لم تجري إيران أي عمليات نقل أسلحة ولم تزود روسيا بأي طائرات من دون طيار لاستخدامها في أوكرانيا نحن نوصي بعدم التقليل من القدرات التكنولوجية لصناعة الطائرات من دون طيار الروسية فيما يتعلق بدور الأمانات العامة للأمم المتحدة ليس لديها تفويد للتحقيق في أي شيء يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2231 ودورها هو تقني بحت فهي ليست لجنة عقوبات أو فريق خبراء إنها تتصرف بطريقة منحازة باتباع إرشادات العواصم الغربية وتشارك في تحقيقات غير قانونية في بلدان ثالثة رغم عدم امتلاكها للتفويد أو الخبرة للقيام بذلك أعلن نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون صد جميع محاولات القوات الأوكرانية اختراق المقاطعة وأكد أن الوضع أصبح تحت السيطرة وزارة الدفاع عفوان الروسية أعلنت أحباط محاولة إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زباروجيا وتصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير 14 قاربة وأفاد مراسلنا بأنه جرى رصد حركة كثيفة للآليات العسكرية الروسية التي تنطلق من شبه جزيرة القرم في اتجاه خيرسون مفاد الميادين إلى منطقة العمليات العسكرية سلام العبيدي رصد هذه الحركة في هذا الإجاز إعلان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين حالة الطوارئ في المناطق الأربع الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الروسي وهي جمهوريتي لغانسك ودانياسك الشعبيتين بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابروجيا طبعا خلفيات هذا القرار واضحة جدا الذي اتخذ طبعا في مجلس الأمن في اجتماع مجلس الأمن اليوم واضحة جدا الخلفية لهذه القرارات نظرا للوضع المتوتر للغاية وهذا ما تحدث عنه بالأمس قائد المجموعة العسكرية الروسية في منطقة العمليات العسكرية سرقيا سورو بيركن لذلك هذه الخطوة تأتي في إطار تجهيز كل ما يمكن أولا لمواجهة الاحتمال الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور مختلفة خاصة على محور خيرسون وفق تقديرات الخبراء العسكريين الروس فأن الجيش الأوكراني والقوات الأوكرانية بشكل عام تعد العدة لهجوم كبير في تلك المنطقة وأيضا يتوقع أن تلجأ إلى أساليب ليست عسكرية مثل مثلا تدمير كافة الجسور أو ما تبقى من الجسور بالإضافة إلى تدمير السد الذي يمنع غرق مدينة خيرسون مدينة خيرسون مدينة كبيرة جدا وفي حال غرق هذه المدينة ستكون هناك كارثة أولا على السكان وأيضا على الطبيعة فلذلك الرئيس الروسي اتخذ هذا القرار من أجل أن يطلق الأيدي للقوات المسلحة الروسية نحن في هذه المنطقة لاحظنا بشكل كثيف توجه مئات الأهليات العسكرية من مختلف الأنواع في اتجاه مناطق العمليات العسكرية ولا سيمة في تجاه خرسون وأيضا نلاحظ طلعات كثيفة للطيران العسكري الروسي وهو يتوجه أيضا صوبة تلك المناطق وهذا يعني أن العملية العسكرية على ما يبدو قد بدأت أو بالأحرى التصعيد العسكري من الطرف الروسي قد بدأ عمليا نظرا لهذه الحركة الكثيفة للآليات العسكرية والطيران العسكري والآن تجري عملية إجلاء السكان بشكل جماعي ومنظم من تلك المناطق ورئيس بالأحرى نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمقاطعة خرسون أعلن أسماء المناطق التي ستم منها إجلاء السكان بدرجة أساسية وفي الساعات القليلة المقبلة أربع مناطق ذكرها بالتحديد وأيضا ستغلق هذه المنطقة مقاطعة خرسون ستغلق على أقل تقدير لمدة أسبوع وهذا يعني أن القيادة العسكرية الروسية تنوي حسب المعركة ربما فعلا خلال أسبوع وهذا ما يمكن أن نستنتجه أيضا من الحركة الكثيفة للآليات العسكرية في اتجاه سواء كان مدينة خرسون أو مدينة نوبايا كخوفكا حيث يوجد السد الذي يتوقع أن يستهدف بشكل كثيف بصوائر هايمرس الأميركية من قبل القوات الأوكرانية لإغراق المنطقة وأيضا لتعقيد العملية العسكرية على الجانب الروسي. هناك محطات متنقلة للتبرع بالدم رصدنا مثلا إحدى هذه المحطات يتوجه العشرات من سكان هذه المناطق إلى هذه المحطات المتنقلة للتبرع بالدم هذا شيء طبيعي عندما تشتد المعارك تكون هناك إصابات كثيرة وهذا يحتاج إلى عمليات تبرع بالدم. أيضا رصدنا حقول ألغام كثيرة زرعت على هذه المنطقة الحدودية. ربما خشية من أن يكون هناك اختراق عسكري لهذه الحدود من قبل القوات الأوكرانية هذه النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل بولسونارو يقلص الفارقة بينه وبين دا سيلفا في آخر استطلاع للرأي من جديد أهلا ومرحبا بكم يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا قمة على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء لمناقشة الوضع في أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا وتدعياتها الاقتصادية إضافة إلى العلاقة مع الصين. كما سيناقش المجتمعون العقوبات على إيران التي أقرها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد على خلفية الأحداث التي شهدتها إيران قبل أسبوعين. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال في رسالة إلى قادة الاتحاد قبل الاجتماع إن النقطة المحورية في جدول أعمال القمة هي أزمة الطاقة التي يجب التعامل معها بأقصى سرعة ومعنا من بروكسل موفد الميادين موسى عاصي موسى أهلا ومرحبا بك إذن كما قال شارل ميشيل أزمة الطاقة حاضرة بقوة على طاولة هذه القمة. ليبقى السؤال هل من رؤية مشتركة؟ نعم يعني في الوقت هذه الأزمة كانت مدار بحث أمس في اجتماع في غاية الأهمية بين الاتحاد الأوروبي وممثلين الاتحاد الأوروبي بشخص أورسيلا فوندرلاين وشارل ميشيل وممثلين عن أرباب العمل الأوروبيين والنقابات الأوروبية. وكان هناك إذا صح الطبيب دق لنقوص الخطر من قبل ممثل الشركات الأوروبية أو ممثل أرباب العمل الأوروبية وإذ يقول بأن هناك الأزمة أدت إلى أو ستؤدي إلى فقدان عمل لخمسة ملايين عامل في أوروبا في حال استمرت وفي حال لم يجد الاتحاد الأوروبي في اجتماعه اليوم على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء حلا لأسعار طاقة بالنسبة لشركات الأوروبية فإن العديد من هذه الشركات سيترك الأراضي الأوروبية وسيتجه إلى دول أخرى من أجل الإنتاج في دول تحضى بأسعار طاقة أخف بكثير بما هي عليه الآن في أوروبا. إذن الاتحاد الأوروبي اليوم أمام امتحان قطير خصوصا وأن العديد من رؤساء أو زعماء الدول الأوروبية انتقدوا خلال الأسبوعين الماضيين خطوة ألمانيا عندما أقرت 200 مليون يورو لدعم الشركات والمواطنين في ألمانيا. واليوم على القادة الأوروبيين أن يجهدوا حلا لهذه الشركات لدعم هذه الشركات بالأموال أو على الأقل لتحديد سعر أو سقف محدد لأسعار طاقة لهذه الشركات. كما يحاول الأوروبيون فعل الأمر ذاته مع المواطنين الأوروبيين أن يكون هناك مساعدات لأسعار طاقة من أجل الحفاظ على هذه الشركات على البقاء في الأراضي الأوروبية. لأن مغادرة الشركات الأراضي الأوروبية مع ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي بالتأكيد إلى حالة من البطالة لم يسبق لها أن حصلت في أوروبا خلال العقود الماضية. إذن هذه المسألة الأساسية في المحادثات اليوم. وطبعا أمام الأوروبيين في حال أرادوا أن يدعموا هذه الشركات هو البهت عن كيفية تأمين الأموال اللازمة لسد هذه الاحتياجات. هذا فيما يخص أزمة الطاقة وكما ذكرت هي الطبق الرئيسي على طاولة هذه القمة. ولكن ماذا عن الملفات الأخرى؟ أسألك عن موضوع الصين وعن موضوع العقوبات التي فرضت على إيران. بالنسبة لموضوع الصين يبدو أن وزراء الخارجية الذين اجتمعوا قبل ثلاثة أيام في لوكسنبورغ قد وضعوا الأرضية لعلاقة مع الصين. ستناقش اليوم في هذه القمة. وهذه الرؤية تتعارض إلى حد ما مع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب بموقف ضد الصين. ولكن الأوروبيون انتبهوا إلى أو استندوا إلى مصالحهم الاقتصادية والتبادل التجاري. وخصوصا ألمانيا مع الصين. مع زيارة أولف شولت في مطلع الشهر المقبل إلى الصين لدراسة العلاقات الثنائية بين البلدين. إذن الأوروبيين اتخذوا قرارا هذا القرار سيناقش اليوم بأنه يجب المحافظة على علاقات مع الصين. بغض النظر عن الرؤية الأمريكية أو عن الضغط الأمريكي. إذن هذه العلاقات ستصدر اليوم من خلال البيان الختامي أو غدا على أبعى التقدير. وسيحافظ الأوروبيون على هذه العلاقة. سيترك القرار للدول الأعضاء لتنصيق العلاقة حسب وضع كل دولة. ولكن لن يكون هناك أي قرار من قبل الاتحاد الأوروبي على غرار القرارات الأمريكية. بالنسبة للموقف من إيران. فإن هناك عقوبات تحدث عنها واجتماع وزراء خارجية ستناقش اليوم. ولكن الأهم من هذه العقوبات فأن إثارة موضوع الطائرات من دون طيار التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا. والتي يقال أن ها أتت من إيران. اليوم صدر بيان من نيد بريس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأنه انضم إلى بريطانيا وفرنسا بإثارة هذا الموضوع. وبالتهديد باتخاذ أو بفرض عقوبات على إيران. لأنها تخرق كما قال البيان. تخرق القرار 2231 الذي صدر عقب الاتفاق النووي عام 2015. إذن هذه المشكلة أيضا ستكون على طاولة المباحثات. ويتوقع أن يأخذ الأوروبيون أيضا قرارا مهما بالنسبة لهذه النقطة. أشكرك الزميل موسى عاصي موفد الميادين. كنت معنا من بريكسال. كشف موقع أكسيوس عن قيام مسؤولين سعوديين بالضغط على الدول العربية لإصدار بيانات دعم علانية للرياضة. بعد قرار منظمة أوبك بلس خفض إنتاجها من النفط. مسؤول من إحدى الدول العربية قال للموقع أن الضغط السعودي كان على مستوى عال وأن السعوديين ضغطوا بشدة. فيما تحدث مسؤول أمريكي سابق عن قيام المسؤولين السعوديين بالضغط على الدول العربية لتكرار رسالتهم بأن قرار أوبك بلس كان اقتصاديا بحته. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للسيطرة على ارتفاع أسعار الوقود في البلاد. في خطوة عدها مراقبون محاولة جديدة لبايدن والحزب الديمقراطي لتعديل الأرقام المتدنية لشعبيتهم والتي لم تتجاوز 40% مقابل حظوظ أوفر لمنافسيهم الجمهوريين. محمد كريم 15 مليون برميل هي الدفعة الأخيرة من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي يطلقها الرئيس بايدن ضمن 180 مليون برميل تعهد بسحبها لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود على الأمريكيين لكن لا يبدو أن البيت الأبيض يملك عصا سحرية لمعالجة التضخم الذي حافظ على معدلاته المرتفعة غير المسبوقة صدى أعلان اليوم سيؤدي إلى استمرار استقرار الأسواق وخفض الأسعار في ظل توجه دول أخرى أدت إجراءاتها إلى تلك التقلبات وفيما تحاول إدارة بايدن أن لا تكون أسعار الوقود على قمة أولويات الأمريكيين في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات النصفية فإن الجمهوريين وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب يعدون الانتخابات حاسمة تمثل فيها مسألة الطاقة وارتفاع أسعارها والتضخم حلقة مركزية أيها الناخب إن أردت رفض مسلسل تدمير بلادنا ولإنقاذ نمط الحلم الأمريكي عليك أن تصوت لصالح مرشحي الحزب الجمهوري السياسات المتبعة راهنا عار على بلادنا والديمقراطيون يتخبطون في سياساتهم مخزون النفط الاستراتيجي الذي سجل انخفاضا في كميته بمقدار الثلث وهو الأدنى منذ عام 1984 لجأ إليه بايدن أكثر من أسلافه لتسخيره في الحملة الانتخابية بعد تدني شعبيته مع حزبه في استطلاعات الرأي التي لم تتجاوز 40% على المستوى العام للبلاد يواجه الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي عقبات في مراهنته على إحداث تعديل جوهري في المزاج الشعبي للأمريكيين عشية الانتخابات النصفية حيث لا تزال عوامل الاقتصاد والتضخم وارتفاع الأسعار الهاجس الأساس في صلب توجهاتهم للتصويت في تشرين الثاني نوفمبر المقبل محمد كريم واشنطن الميادين قلص الرئيس البرازيلي المنتهي ولايته جاير بولسونارو الفارقة بينه وبين منافسه اليساري الرئيس الأسبق لويس انياس لولا دا سيلفا وبحسب ما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل 11 يوما من الدورة الثانية وأظهر الاستطلاع الذي أجره معهد داتا فالها أن الرئيس اليساري الأسبق حصل على 52% من نوايا التصويت مقابل 48% للرئيس المنتهية ولايته بعد ستة أسابيع على توليها منصبها تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لستروس لانتكاسة جديدة مع استقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان وأكدت تروس أنها تريد البقاء في المنصب رغم تخليها عن برنامجها الاقتصادي مشيرة إلى أنها محاربة وليست شخصا ينسحب وفق تعبيرها وكانت تروس قد دافعت عن نفسها في البرلمان بمواجهة سيل من الانتقادات ودعوات الاستقالة من المعارضة بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي الذي سبب عاصفة في الأسواق المالية تزخر مدينة اربد بالكثير من البيوت التراثية التي تمثل إرثا حضاريا وتاريخيا لطالما مثل هوية للمدينة كما أن تحويل بعضها إلى متاحف ومراكز ثقافية جعلها قبلة للزوار نافذة على اربد مع لنا شهيد ترجمة نانسي قنقر مروا على التالي وجوارا مروا على التالي وجوارا اربد واهلها ما شاعي النور يصيتهم تدريقا وارا أينما وحيثما تجولت في اربد تجد بيوتا أثرية تطل من نوافذها على تاريخ عريق فبين زواياها نسجت روايات وحيكت حكايات يأبى أهل المدينة أن تندثر وتصبح في خبركان مبنى دار السرايا يعود بنائه إلى عام 1856 استخدمه كقلعة أو خان على طريق الحجس الشامي في عام 1888 أصبح بيتا للحاكم العثماني في عام 1956 استخدمه كسجن في عام 2007 تم افتتاحه رسميا كمتحف يحوي على اللقاء الأثرية التي تم العثور عليها في المواقع الأثرية في محافظة إربد بيوت إربد الأثرية لم تعد مجرد مساحة لمشاهد بصرية جميلة وحميمة فقط وإنما تحول عدد منها إلى متاحفة تروي الكثير من حضارتها العريقة أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في بيت عرار منها ندوات، محاضرات، أمسيات شعرية معارض فن تشكيلي، معارض تراثية ورش مختلفة في الفعاليات الثقافية لانا شهين محافظة إربد آلويدين في ختام النشر هذا تذكير بعنوينها عارل الأسود تعلن استهداف دورية إسرائيلية قرب نابلس ودعوات إلى يوم غضب في الضفة والقدس بعد استشهاد عدي التميمي منفذ عملية شعفات الأسد يؤكد ليمثلي الفصال الفلسطينية أن دماشق ستبقى داعمة للمقاومة والحياة يشدد على أن اللقاء انطلاقة جديدة للعمل الفلسطيني السوري المشترك ستعقبها خطوات في تمتين العلاقة وتطويرها خدمة لمشروع المقاومة وقيادي فلسطيني يؤكد للميادين أن الرئيس الأسد في لقائه الفصائل الفلسطينية كان إيجابياً وواضحاً وثابتاً على خيارات سوريا العروبية الداعمة للمقاومة ولاية يؤكد للميادين نت أن إيران في قلب جبهة المقاومة ويشير إلى ضرورة إعادة فتح السفرات مع السعودية موسكو تؤكد صد جميع محاولات القوات الأوكرانية اختراق خيرسون وتنبه إلى أنها ستعد تقييم تعاونها مع جوتياريش إذا أرسل خبراء للتحقيق في مزاعم المسيرات قمة للاتحاد الأوروبي اليوم وغداً لمناقشة الوضع في أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا والعلاقة مع الصين للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبان إلى اللقاء اشتركوا في القناة